يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبنا إلى راقٍ فأخذ منا عن الجلسة الواحدة خمسمائة ريال أي هذا هذا من الاستنزاف مش علشان خمسمائة ريال الجلسة الواحدة اللي يرقي تقرب إلى الله بالرقيا وينفع أخاه ينفع أخاه يتقرب إلى الله ويدعو الله وهذا عبادة ونفع لأخيه فكيف أنه يستغله لجمع المال وماله ما هو بقليل يا أخي الطبيب ما يأخذ عليك خمسمائة ريال بالمقابلة والجلسة يأخذ عليك مئة ريال والأطباء محددين لهم الأصحاب العيادات الخاصة محددين لهم إنهم ما يأخذون أكثر من مئة ريال وهم أطباء فنيين وهذا دجال كذب يأخذ خمسمائة ريال علشان دقائق تجلس عنده هذا ما جاء لينفع الناس جاء ليضر الناس نعم